مجلس الشورى في المجال التقني والإلكتروني كان الحرص من خلال تدشين موقع مجلس الشورى أن يكون بوابة وبنك للمعلومات لجميع المهتمين وزائرين الموقع سواء كانوا من الطلبة أو من الأكاديميين أو من الباحثين المهتمين جميعاً بالشأن التشريعي وطبعاً هاي كل التحديثات اللي ادخلت على موقع مجلس الشورى كانت بفضل توجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح وسعادة المستشار وسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى في العديد من الخدمات الإلكترونية عندنا خدمة اللي هي التقديم لحضور جلسات مجلس الشورى طبعاً هاي مفتوحة للأفراد وأيضاً لمؤسسات المجتمع المدني وأيضاً عندنا خدمة هي عبارة عن جولة افتراضية لزيارة مجلس الشورى يقدر أي شخص من خلال الجهاز الحاسب الآلي من خلال الهاتف حتى إنه يقوم بزيارة إلى جميع مرافق مجلس الشورى ويكون يرافقها تعريف صوتي بجميع هذه المرافق هناك أيضاً خدمات البث المباشر لجلسات المجلس أيضاً تعرض من خلال الموقع الإلكتروني وعن طريق قناة المجلس على اليوتيوب وأيضاً هناك خدمة لذوي الإحتياجات الخاصة من خلال الموقع إنهما ممكن خاصة المكفوفين إنهما ممكن يستمعون للبيانات اللي يعرضها موقع مجلس الشورى طبعاً المحتوى وأيضاً الإطار العام للموقع حاز على العديد من الشهادات كشهادة برنامج ثقة لأمن المعلومات وأيضاً هناك شهادات سابقة تتعلق بالمحتوى الإلكتروني لموقع مجلس الشورى وإن شاء الله نطمح في المستقبل العديد من التطوير لموقع مجلس الشورى سواء على المحتوى أو غيره من البيانات اللي توفر عليها الموقع تعرف على الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى باب المجلس يضم هذا الباب ثمانية أقسام متنوعة توفر لزوار الموقع معلومات شاملة حول مجلس الشورى ففي القسم الأول من هذا الباب يمكنكم الإطلاع على كلمة لمعالي رئيس مجلس الشورى التي يؤكد من خلالها على حرص المجلس على تعزيز التواصل مع الجمهور فيما يوفر القسم الثاني تعريفا بأعلى سلطة تنفيذية للمجلس تحت إمرة رئيس المجلس وهي مكتب المجلس أما القسم الثالث من هذا الباب فيضم السيرة ذاتية لكافة أعضاء المجلس ويوفر القسم الرابع تعريفا بلجان المجلس البالغ عددها ثماني لجان نوعية دائمة ولجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بينما يوفر القسم الخامس تفاصيل الجلسات العامة الأسبوعية وغيرها من الجلسات الاستثنائية والإجرائية يمكنكم التواصل مع مجلس الشورى عبر القنوات التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر